موسيقى أسعد الله وقاتلكم مشاهدين بكل الخير ورحبكم إلى النشرة الرياضية لهذا اليوم السهل لها كالمعتاد بأبرز العناوين موسيقى منسخبنا الوطني للناشئين يودع نهائية آسيا بفوز كبير على الأردن موسيقى شعب صنعاء يتواج بلقب بطولة أنتية الأمانة للناشئين موسيقى وتعادل شعب حضرموت واريد الشرقية في تصفيات كأس حضرموت موسيقى أهلا بكم حقق منسخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم فوزا عريضا على نظيره الأردني بخمسة أهداف لهدف في ختم مشاركته بنهائية آسيا للناشئين التي تستطيفها ماليزيا وقال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم أحمد العيسي في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب في ماليزيا قال أن مشاركة المنتخب تعد إنجازا طيبا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وقلة إمكانيات الاتحاد كرمات مجموعة هائل سعيد التجارية في ماليزيا بعثت منسخبنا الوطني للناشئين بمبالغ رمزية بعد مشاركة المنتخب في نهائية آسيا وفي لقاء التكريم استقبل السفير اليمني لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد ورجل الأعمال اليمني فؤاد هائل سعيد استقبل باثت المنتخب الوطني للناشئين بعد خروجهم من نهائية آسيا وشاد باحميد وتوفيق هائل بالأداء المشرف الذي قدمه منسخبنا الوطني للناشئين في البطولة رغم الخروج منها خاصة بعد الفوز على الأردن بخماسية مقابل هدف والتي وضعت منسخبنا في المركز الثالث بمجموعته وقال باحميد أن المشاركة الرياضية الخارجية مهمة جدا لمنتخباتنا الوطنية في المرحلة الراهنة شاكر المجموعة هائل سعيد أنعم على دعمها لكل أبناء اليمن في مختلف المجالات من جهته دعا رجل الأعمال فؤاد هائل إلى عودة الدور المحلي واستمرار النشاط الرياضي في اليمن مؤكدا على أهمية تعزيز الروح الوطنية التي تساعد منتخباتنا في تحقيق الانتصارات تمكن فريق نجوم تهامة من قلب تأخره يامام نادي 22 مايو بهدف دون مقابل إلى فوز بهدفين لهدف في افتتاح الجولة الثانية للدور التنشيطي لأندية أمانة العاصمة الذي يقام برعاية ثلوج الثقاف على أرضية ملعب نادي الوحدة وبادر نادي 22 مايو بالتسجيل بعد خمس دقائق فقط من انطلاق الشوط الأول عبر لعبه علي المطري واستمر تقدم مايو حتى الدقيقة السابعة والسبعين عندما أحرز لعب نجوم تهامة صلاح سعيد هدف التعادل وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تمكن شهاب عطا من خطف هدف الفوز لنجوم تهامة ليهدي فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة محتلا المركز الرابع فيما تجمد رصيد مايو عند نقطة واحدة بالمركز الخامس وتوجه نادي شعب صنعاء بلقب بطولة أندية أمانة العاصمة لكرة القدم للناشئين بعد فوزه على أهل صنعاء بثلاثة أهداف نطيفة أمس الجمعة وبهذا الفوز حسم نادي الشعب صراعه مع الأهل على لقب البطولة رافع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب فيما تراجع الأهل إلى المركز الثالث بعشر نقاط وفي المباراة الأخرى تغلب نادي 22 مايو على اليرموك بثلاث أهداف لهدفين ليحتل مايو المركز الثاني برصيد 11 نقطة فيما تجمد رصيد اليرموك عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث وذهبت النقاط الثلاث في مباراة الشرطة والعروبة لصالح نادي العروبة وبسبب عدم إحضار نادي الشرطة كشف أسماء اللاعبين ليرتفع رصيد العروبة إلى 90 نقاط في المركز الرابع فيما بقى نادي الشرطة متذيلا الترتيب بدون أي رصيد من النقاط تواصلت أمس الجمعة تصفيات كاس حضراموت لكرة القدم حيث تعادل نادي شعب حضراموت بطل النسخة الماضية من البطولة مع نظيره ريدا الشرقية بدون أهداف لحساب المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية حقق نادي نهضاء ريدا فوزا مهما على نادي هلالفوة بثلاث أهداف لهدفين ولحساب المجموعة الثالثة تغلب نادي سمعون على أهل الغيل بهدفين دون رد وحقق وصيف النسخة الماضية من البطولة نادي سلام الغرفة فوزا مهما على نادي مدودا بأربعة أهداف لهدفين ضمن المجموعة السادسة ولحساب المجموعة ذاتها اكتسح نادي شباب القطن نظيره نادي شبام بخمس أهداف دون رد كما تغلب نادي بور على نادي شباب عينات بهدفين لهدف ضمن المجموعة السابعة وفي بطولة كأس حضرمود أيضا حقق نادي وحدة تريم فوزا ثمينا على نادي لسك القرية بهدف دون رد لحساب المجموعة الخامسة كما تمكن نادي اتفاق الحوطة من الفوز على نادي شعلاء المخاشن بهدفين نظيفين لحساب المجموعة ذاتها وفي المجموعة السابعة شهد لقاء ريبون حريضا مع هلال السويري إثارة كبيرة توجد بفوز ريبون على الهلال بهدفين لهدف وفي نفس المجموعة تغلب نادي براق تريم على نادي قادسية السابعة بثلاثة أهداف لهدفين وحقق نادي أحراد تاربا فوزا مهما على نظيره نادي تعاون العقاد بهدفين لهدف لحساب المجموعة الثامنة من البطولة وبهذا الفوز تصدر أحراد تاربا المجموعة الثامنة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن نادي سيئون الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط بعد فوزه على نادي الهجرين بهدف دون رد وفي خطوة مفاجئة تقدمت إدارة نادي شباب القطن برئاسة المهندس صالح مبروك باستقالة جماعية من مجلس إدارة النادي ورفعت إدارة النادي استقالتها الجماعية لمدير فرع مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت علي يسلم باشعيب الذي كلف صلاح سالم باوزير بمهام إدارة النادي مؤقتا والبحث عن رئيس جديد للنادي القطنوي الذي يعد من أبرز أندية محافظة حضرموت وبرر مبروك استقالة إدارته بأنها تهدف لإتاحة الفرصة لجيل جديد من محبي شباب القطن لتولي مهام إدارة النادي خلال الفترة المقبلة وجاءت هذه الاستقالة الجماعية بعد عشر سنوات من تولي إدارة صالح مبروك مهام إدارة نادي شباب القطن نظم فرع اتحاد كرة القدم في ساحل حضرموت بإشراف من مكتب الشباب والرياضة دورة تحكيمية لأكثر من خمسين حكما لكرة القدم وقال مدير مكتب الشباب والرياضة في ساحل حضرموت حسن صالح مسجدي قال أن الهدف من تنظيم هذه الدورة هو سق المهارات وأمكانيات الحكام واطلاعهم على تعديلات الأخيرة في قوانين اللعبة وتأتي هذه الدورة بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس حضرموت الثالثة لكرة القدم حيث يحاضر فيها نخبة من الحكام الدوليين اليمنيين أحرز نادي ريدان شبوى كأس أربعينية الفقير الشيخ سعيد بن سهيل في المباراة نظمها نادي سد مأرب برعاية محافظة المحافظة لواء سلطان العرادة وتمويل الخضر للصرافة وتمكن نادي ريدان من اكتساح نادي السد بخمس أهداف نظيفة في مباراة شهدت حضور جماهير ملفت إضافة إلى حضور بعض أقارب الفقيد الشيخ سعيد بن عبد الرحمن سهيل وبعد نهاية المباراة قام وكيل المحافظة علي المعوضي ومدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان وأمين عام نادي السد ياسر الحاشدي قاموا بتكريم نادي ريدان بكأس الفقيد الشيخ سعيد سهيل وإهداء دروع للضيوف والداعمين والمساهمين في إنجاح المباراة تنطلق غدا الأحد التصفيات النهائية لبطولة كأس رئيس الجمهورية لكرة الطائرة والتي يشارك فيها أبطال المحافظات وفي مباراة الافتتاح لمجموعة سيئون يلتقي نادي خيبل بطل محافظة المهرى بنادي شباب المصينعة بطل محافظة شبوة الساعة التاسعة صباحا في صالة بام عبد وفي نفس المكان يلتقي نادي سيئون بطل وادي حضراموت مع نظيره نادي شباب القارة بطل ساحل حضراموت الرابع عصرا وتقام الجولة الثانية من البطولة لمجموعة سيئون بعد غد الاثنين حيث يلتقي نادي خيبل بنادي شباب القارة ونادي سيئون بنادي شباب المصينعة وفي الجولة الثانية والأخيرة لمجموعة سيئون يوم الثلاثاء القادم يلتقي نادي شباب القارة بنادي شباب المصينعة فيما تجمع المباراة الأخرى نادي سيئون بنادي خيبل ومن المقرر أيضا انطلاق مباريات مجموعة عدن الأسبوع المقبل لتحديد بطولة المجموعة الذي سيلتقي بطل مجموعة سيئون في نهائي كأس رئيس الجمهورية وفي تصفيات كأس حضراموت لكرة الياد لأنديات الوادي تغلب نادي شباب القطن على منافسه ريبون حريضة بـ 24 هدفا مقابل عشرة أهداف وبهذا الفوض ضرب نادي شباب القطن مع نادي وحدة التريم في نهائي كأس أنديات وادي حضراموت وفي الختام مشاهدين تقبلوا تحياتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر